الحج إبراهيم العرجاني فخر السنوية ظهر على الساحة تاني وعاد للأضواء من جديد بعد ما كان بقاله شهرين ثلاثة مختفي في ظروف غمطة طب يا طرق شيخنا السابع الضرغام رجع لنا بإيه المرة دي؟ بسبوبة رخيصة زي بتاعة معبر رفح وقال لا بفطيحة جديدة زي طيارة زامبيا وقال لا بموكب من أبو سبعين عربية مصفحة وقال لاي بالزبط خلونا نشوف من كام شهر كده كلنا شفنا حج إبراهيم العرجاني صاحب معبر رفح وأن تيم محمود باشا السيسي وهو بيخمس في سينا بموكب فيه بتاع سبعين عربية بمناسبة اختياره رئيس اتحاد القبائل العربية اللي تقال وقتها إن الاتحاد الجميل ده هيبقى عبارة عن ميليشيا مسلحة الداية كده هتقوم بدور وطني عظيم وهو الدفاع عن سات الرئيس النبي ضد كل الخوانة اللي بيهجموه ومش مؤمنين بنبوته وبعد ما حفلة التنصيب دي خلصت بكام يوم بس عرفنا من وكالات الأنباء العالمية اللي ما بيتبلش في بقها فولة إن إبراهيم العرجاني هو المالك الحقيقي للطيارة المجهولة اللي اتمسكت في زنبيا وهي محملة دولارات وداب وياقوت ومرجان متهربين مفيش أسبوع ولقينا الحج العرجاني ده نفسه بيندلق زي الجردل وبيعترف في حوار مع نيويورك تايمز إنه قالب معبر رفح كرتل حسابه وبيسرق دولارات متلتلة من الفلسطينيين عشان يدخلهم مصر بعد كل الفضايح العظيمة دي حاج إبراهيم العرجاني اختفى في ظروف غمضة ما بقاش طلع له حس خالص واتكتم كاتمت المدمس طب إيه اللي حصل كفال للشرف يعني العرجاني حارمنا من أنسه ليه أول اللي أخدوا مننا إيه هل مثلا فيه ضغط جامد عند المعبر فاضطر يقع في لم الكرتب نفسه ولا يكونش بيتفق على تهريب الدهب ودولارات جديدة زي بتاعة طيارة زنبيا عشان كان مش فاضي يطل علينا أو يمكن مشغول فيه وصول البلد اللي بيلهافها ببلاش والمشاريع اللي بياخدها بالأمر المباشر يظهر بقى عرجاني بيه طب منا ما تسيبناش كده تلاله سيد مصطفى بكر الدلدول بتاعك هيموت من القلق عليه ومش جايله نفسي يطبل لحد غيره لما اختفال عرجاني طول شوية ودخل في شهر واثنين ظهرت بقى أخبار وتسريبات كتير جدا بتحاول تفسر الغياب ده أي حد معدي بقى يرمي كده مشاكل اللي يقولك إن النظام هو اللي ميل على العرجاني وطلب منه يغتص شوية لو من دول لحد ما فضايح المعبر وطايرة زنبيا ينام ويتنسو واللي يحلف مئة يمين إن السيسي قرر يركن العرجاني عرف في فترة بعد الهجوم والانتقادات اللي حصلوا بسبب ميليشيات اتحاد قبائل سيناء وفعزما الفتاوي رايح حاجية كده والكل بيدور على سر اختفاء العرجاني لو كان ناقص بس ينزلوا صورته في برنامج تنويه عن المفقودين بتاع القناة الثلاثة نصح من كم يوم نلاقي خير اللهم اجعله خير الأسد العرجاني بيظهر وبيبان عليه الأمان وبيرجع للساحة بكل هو والتحاد القبائل بتاعه نحاول إسبوع كده براهيم العرجاني نزل بيان طوي العريض باسم اتحاد القبائل العربية عشان يعلن عن مجموعة من القرارات والأخبار المهمة جدا القرار الأولاني هو الاستغناء عن خدمات مصطفى باكري المتحدث الرسمي للاتحاد قال له طب ليه الغادر ده معلم عرجاني هو باكري أصر معاك في إيه عشان ترميه على آخر إيدك كده ده كان بقاله سنة بحاله مسخر كل طاقته التطبيلية عشان خطرة بالنهار داير وراك على كعوب رجليه في كل حتة وبيلحس جزمتك قبل الأكل وبعده وبالليل بيطلع في البرنامج بتاعه ويفضل يدفع عنك ويحكي ويتحاكي عن بطلاتك وأساطيرك لحد مريق نشف ده كان ناقص يقول إن انت اللي حاربت الإرهابين وانتصرت عليهم بوحدة وبعد كل المجهودات الرخيصة دي تكون جزاته إنه يترفض وتهزأ بالشكل ده لا لا أستاذ عرجاني مليكش حق دي مش أخلاق بلطجية ومهربين وخدرات زي حضرتك خالص بصراحة نهار دا انت رأي ما تيجي تكلمني على الشيخ إبراهيم العرجاني والراجل دا بيتعرض لحملات مبنهجة من المتآمرين الخوانة اللي عايزين ينتقموا منه بالإساءة إليه عشان اتحاد قبائل سينة هذا الاتحاد المكوّد من شباب وشيوخ بالألاف وكان له دوره ولا يزال في القضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة ما برضو لما عمل الاتحاد ده قالك الحقو دي مليشيا الحقو ده مش عارف إيه الحقو مليشية إيه ده تبرو فصيل من فصال القوات المسلحة مشتغل معاه والشعب لما يبقى خلف قواته المسلحة بأمليشيا كله كلام في الهواء طبعا كان واضح إن النظام وصوبيانه المخلصين زي العرجاني كده بيعاقبوا مصطفى باكري وبيشدوا ودنه بسبب تويتة التعزية اللي كتبها بعد استشهاد إسماعيل هنيل والعرجاني بعد ما لبس باكري الجلبية الكاستور ابتدى بقى يفكر يجيب مين مكانه موما يصحش التحاد قبائل مال وهدومه زي ده يقعد كده من غير متحدث رسمي يطبله في الروح والجاي طبعا يا ترى هتختار مين يا عرجاني من بين جموع المطبلاتية المالين البلد أحمد موسى ولا لميش الحديدي ولا خصواء الأولى ليه ما نبحت صوتها وهي بتدفع عنك وعن ابنك الحيلة قال لك لا أحنا هنجيبي الوادي يوسف الحسيني ده منافق موضر إن كده وشيكم دأدأ في الشغلانة من زمان وكل ما بياخد على أفاق بيطبل زيادة ده غير بقى إنه صايع وعواطلي بقى له سنين القناة الأولى اللي شغل فيها دلوقتي دي محدش يعرف إنها لسه موجودة في التلفزيون أساسا وشارة البس بتاعتها صدت من قلة الاستعمال دلوقتي بعد ما الحمد لله اطمنا أن باكري خاد الصابونة ويوسف الحسيني استلم منه رأية التطبيل نخش بقى على الخبر التاني في البيانة وهو افتتاح مقر جديد لانج لاتحاد القبائل العربية في منطقة التجمع الخامس يقولك بقى إن المقر الجديد ده شيريح وبرح ويسعم القبائل ألف وده معناه إنه ما شاء الله الميليشيات المسلحة اللي هي أساسها مخالفة للقانون الدستور ربنا فتح عليها وبتعمل مقرات رسمية في قلب القاهرة بموافقة ورعاية الدول ومش بس كده ده اتحاد القبائل ساق فيها على آخر وأعلن إن سيادة الرئيس إبراهيم العرجاني باعت ملف المجلس أمناء الحوار الوطني مكتوب فيه رؤية اتحاد القبائل العربية اللي مستقبل البلد في كل المجالات من أول السياسة والاقتصاد لحد الرياضة والتعليم لا معلش ثانية واحدة بس الحكاية كده بهوائت على آخر يعني هو اتحاد القبائل العربية ده صفتوا إيه أصلا عشان يشارك في الحوار الوطني ده لا حزب ولا فصيل سياسي ولا حتى طيف من أطياف المجتمع ده تنظيم بيضم قبائل من جوه وبر مصر وكمان بفلقة واحدة بس فبأمارة إيه بقى يقدم رؤية باسمه وكمان يطلب من الدولة أنها تنفزها بس الحاجة عرجاني ما قدمش رؤية وسكت على كده ده الاتحاد أعلن خلال حفل افتتاح المقر الجديد أن المعلم العرجاني رضي الله عنه طلب من الحكومة بشكل رسمي أنها تعمل امتيازات مخصوص لأعضاء اتحاد القبائل تعالجهم ببلاش مثلا تدي ولادهم منح دراسية تخفض لهم مصاريف المدارس كده يعني ودي برضو حاجة عجيبة جدا ما سمعناش عنها في أي ميليشيا مسلحة قبل كده خالص معلش يعني ليه أعضاء اتحاد قبائل ياخدوا امتيازات مخصوصة وليه يتعاملوا من الدولة معاملة مختلفة عن باقي الناس زي دين إيد والرجل وقال عشان مسكين سلاح ويدافوا عن السيسي فالدولة بقى هتفرش لهم الأرض ورد وهتميزهم عن باقي الشعب زي ما احنا شايفين كده كل حاجة جد في بيانة اتحاد القبائل العربية من أول المقر الرسمي لحد المشاركة في الحوار الوطني وطلبات التمييز بتقول إن النفوذ إبراهيم العرجاني واتحاد القبائل بتاعه عمالي أكبر ويتمدد كل يوم أكتر من اليوم اللي قبل وأنه وجودهم ما بقاش بس على الدايق جواسين لها دي العملية وسعت منهم قوي بقى عوزين يشاركوا في رسم سياسات الدولة واقتصادها وتعليمها وكمان يتعاملوا معاملة سبيشير وده معناه إن البلطاج إبراهيم العرجاني يعني قدر بمساعدة سيادة الرئيس النبي إنه يحقق الحلم اللي نفسه فيه من زمان أيام كان لسه مجرم صغير بيخطف عساكر وصباط الدخلية بعد سنة 2011 وقت حكم المجلس العسكري الكحول لما كانت الدنيا سيحة على بعضها خالص وأي تلت انفار يلاقوا نفسهم فضيل كانوا بياخدوا بعض ويروحوا يكونوا حزب ولا اقتلاف سعيت إبراهيم العرجاني قال لازم أعمل حاجة أنا كمان يجيت علي يعني فأملام صحابه من على القهوة وعمل بيهم اقتلاف شباب قبائل سيناء والحين الاقتلاف ده كان مسلي جدا وقتها أعضاء كنا عملين يصياحوا على طول الخط وإيه المتصريحات خيبة إيمين وشمال مرة هنشارك في الحكم ومرة هنكسب أغلبية البرلمان ومرة هنعمل حزب سياسي يمثل قبائل اسمه مصر العروبة ومرة هندعم ترشيح سامي عنان في انتخابات 2014 وفي الآخر مفيش أي حاجة من دي حصلت لعدوا من جنب البرلمان ولا الحزب بتاعهم اتوافق عليه ولا سامي عنان اترشح في الانتخابات دي أساسا وبعد كده اتلاف الشباب ده راح في الوباء وتأسس بداله اتحاد قبائل سيناء برئاسة إبرايم العرجاني برضه الاتحاد ده بقى اتفتحت له طاقة البلح أول ما السيسي وصل للحكم لأن سيادة الرئيس النبي قرر أنه يستخدم العرجاني في فيلم الحرب على الإرهاب اللي كان مشغلوا علينا للنهار ده بس في الحقيقة إن العرجاني ما كانش بيحارب الإرهابين ولا حاجة لا ده كان بيقوم بأدوار وطنية أهمة بكتير قوي من كده زي مثلا إنه كان بيشتغل مخبر عندي السيسي وبيبلغ عن المعارضين في سيناء وزي إنه كان بيبلطج على الأهالي وبيهجرهم من بيوتهم وعرضيهم بالعافية وزي إنه كان بيهرب سلاح ومخدرات لحساب محمود باشا السيسي يعني شو بطولات من النوع ده المهم بقى يعني إن في عزمة لمؤاخذة الحرب على الإرهاب شغالة على ويدنو في سيناء فيه فقرة كوميديا كده حصلت وقت انتخابات 2018 اشترك فيها أبراهيم العرجاني وكل القبائل اللي معاه أيامها اتحاد القبائل أعلن تأسيس كيان جديد اسمه المجلس المصري لقبائل العربية برئاسة الأمير المجهول من الحج موسى مصطفى موسى أو المجلس الحلو ده بقى كان بيعمل قاعدة كل أسبوع في مقر حزب الغد والأعضاء بتوعه كانوا كل اجتماع بيشيلوا الرئيس موسى على اكتفهم ويلفوا بيقاع وهم بيهتفونه يا ابن الدايرة يا ابن الدايرة بس أول ما موسى رشح نفسه في الانتخابات كل القبائل اللي في المجلس نفضوله وأعلنوا تأييدهم للسيسي وقتي وقالوا من موسى مصطفى موسى عمرنا ما اسمع للإسم الغريب ده قبل كده بعدها موسى مصطفى موسى نفسه انتخب جناب المشير برضو عادي جدا من بعد الحرب على الإرهاب العرجاني بقى فارخة بكشكة عند سمو الزعيم النبي نفوزه الضخم والدولة كلها بقيت أيدال وصوابها على عشرة شمع بناء على توجهات ست الرئيس وابنه أراضي على مدد الشوف بتتخصص له ببلاش ومشاريع بالأمر المباشر في كل حتة في البلد وتسهيلات وإعفاءات وليلة كبيرة قوي ده غير بقى معبر رفح اللي كتب باسمه بيع وشر وعمل منه أحلى سبوبة على حساب دم إخواننا الفلسطينيين بس واضح كده أن الحج إبراهيم العرجاني ما اكتفاش بكل اللي وصله لأده فضل هو والتحاد القبائل بتاعه يحلموا أن هم يكونوا جزء من السلطة ويبقى لهم نفوز أوسع ودور أكبر في طول وعرض البلد مش سينة بس والشهادة لله يعني سات الرئيس النبي ما تأخرش عن إبراهيم العرجاني وإداله الفرصة عشان يحقق كل أحلامه لما سمح له بتكوين ميليشيات عسكرية مسلحة رغم أن السيسي ده نفسه أكد مليون مرة بعضمة لسانه أن الحرب على الإرهاب خلصت خلاص وسينة بقت متوضية وما فيش على أرضها إرهابي واحد طب طالما ما فيش إرهابيين الحمد لله وسينة بقت تمام التمام وفي منتهى الأمن والأمان الجماعة بتقول تحاد القبائل دول بقى هيشيلوا سلاح ليه هيعملوا بيئي إن شاء الله هيصطدع صفير مثلا ولا هيضربوا نار في الهوى ولا الهدف الحقيقي إن هما يبقوا الجيش الخصوصي بتاع سيادة الرئيس اللي يقف معاه وقت اللزوم ويعمل له شغله الشمال ويخلص له على المعارضين وأعداء البلح من الآخر كده سيادة الرئيس السيسي ما بيفكرش إلا في مصلحته هو وسلطته عنده استعداد يعمل أي حاجة وسخة عشان يأمن كرسيه ويحكم للأبد حتى لو كانت الحاجة دي إنه يكون ميليشيا مسلحة تشتغل لحسابه مش فارق معاه إيه اللي ممكن يحصل في البلد بسبب وجود ميليشيا مسلحة عايشة وسط المجتمع عادي كده وكل يوم نفوزها بيكبر وصرواتها بتتضخم وتموحها بيعلى لا سيسي مش هامه كل ده أصليه اللي ممكن يحصل يعني إيه البلد هتولع طب ما تولع عادي المهم إن النار ما تقربش من الكرسي بتاعي في التمانينات والتسعينات سموه الزعيم المجرم التالي لقتلة صدام حسين عمل في العراق حركة وسخة شبه اللي سيسي بيعملها دلوقتي تقريبا ضرب مليون أسفين بين القبائل والعشائر والمدن العراقية لحد ما وقعهم في بعض بقى كل يوم والتاني ياخد شوية منهم في حضنه يقربهم ويسلحهم ويديهم صلاحيات ويخلوهم يحربولوا لقبائل ومدن تانية مش على مزاجه لحد ما البلد ولعت وتفتتت وبقت كل حتة في ناحية ومحدش عارفي لماها لحد نهاردة كلنا عارفين إن سينا فضلت سنين طويلة مهمشة ومركون عارفة الدولة كانت نسيها خالص لا بتهتم بيها ولا بتقرب منها ما بتفتكرهاش إلا عشان تأمن حدود إسرائيل كل ده كان بيخلي أهلنا في سينا حاسين بالاضطهاد طول الوقت لأن تعمير سينا معناه الاهتمام بالصناعة والزراعة والعدالة الاجتماعية وتوفير تعليم مناسب ورعاية صحية وخلق فرص عمل مش تسليح القبائل وتكوين جيش موازي يعادي باقي الشعب ويطلب إنه يتميز عنه سات الرئيس المجنون بيلعب بالنار راح عمل على إيده ميليشيا خبالية مسلحة عشان تشتغل لحسابه وقت اللزوم وتحميه لو حصل أي قلق ممكن يهدد سلطته في المستقبل ثورة ولا انقلاب ولا معارضة هو فاكر إنه مسيطر على الميليشيا دي وواخدها تحت بطه ويقدر يشغلها ويطفيها وقت ما يحب بس الحقيقة بقى إنها عمالة توسع وتتمدد وتتسرسب في كل حتة وممكن نصحف يوم نلاقيها ولعت في البلد كلها ونشوفكم على خير إن شاء الله